ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الدكتور محمد أبو رمان الخبير في الجماعات الإسلامية دكتور محمد هل تدارك تنظيم القاعدة الانتقادات التي كانت توجه له بأنه لا يحارب إسرائيل وهي العدو الأكبر للعرب بتقديري من الصعب الحكم على قصة محمد مسلم من هذه الزاوية والمسألة ربما ترتبط بأزمة التنظيم في التعامل مع عدد كبير من الأشخاص الذين يذهبون إلى هذا التنظيم بغض النظر عن حيثيات هذه القضية والقصة ما بين روايتين رواية أهل محمد ورواية تنظيم داعش في هذه المسألة لكن أنا بتقديري أنه هي خارج سياق الحديث عن دور التنظيم بشكل واضح في القضية الفلسطينية ربما تكون هناك رسالة ثاوية بأن التنظيم يعادي إسرائيل لكن لا تمثل نقلة في تفكير التنظيم أو محاولة إرسال رسائل قوية بأن التنظيم هو على خط المواجهة مع إسرائيل لأن التنظيم واضح بأن العدو القريب ما يسمى العدو القريب الأنظمة العربية هي الأولوية بالنسبة لهذا التنظيم الولايات التحدة الأمريكية هي الأولوية بالنسبة له وليست القضية الفلسطينية بس هل ممكن تكون بروباغندا بس مجرد بروباغندا سيد محمد يعني مجرد بروباغندا لأنه وجدت للانتقادات أنه لا يعلن محاربته لإسرائيل بشكل واضح وغير ذلك وأنه العدو الأكبر للمسلمين ربما تكون جزء من البروباغندا وربما تكون هناك قناعات لدى التنظيم بهذه القضية حصريا لكن أراد أن يبرز في السياق بروباغندا إعلامية وسياسية بأنه مستهدف من قبل إسرائيل سيد محمد أهل المسلم قالوا أنه كان في تركيا في رحلة سياحية وأنه تم إلقاء القبض عليه والتنظيم يقول أن لديه اعترافات بأنه كان يقوم بعملية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية طبعا من الصعب أن نحكم نحن على هذه الأمور لكن أي ما بين الفراضيتين أيهم أقرب قبل التصديق أكثر أولا من الصعوبة الحديث عن أنه محمد كان في تركيا وأنه التنظيم اختطفوا من تركيا وأجبروا على قول هذه الاعترافات على الأغلب كان محمد متواجد في أراضي التنظيم الآن يبدو أن التنظيم شك في محمد وحاول أو إجباره على القيام بهذه التصريحات أو الاعترافات السؤال الآن هل هذه الاعترافات حقيقية أم أمليت عليها من التنظيم كما قلت أنت يصعب علينا التحقق منها ومن حيثيات هذه القضية حصريا لكن بالضرورة هناك دول وجهات عديدة وكثيرة تحاول اختراق هذا التنظيم ما التنظيم يتخوف يتحسس من هذه الاختراقات هل أجبر محمد على هذه الاعترافات أم لم يجبروا هذه مسألة من الصعب الحكم فيها من الصعب الحكم فيها لكن ممكن أن تدفعنا على طرح السؤال لماذا يمكن أن تهتم إسرائيل بالتجسس على تنظيم الدولة الإسلامية إسرائيل تمتلك جهاز استخبارات الإسرائيل جهاز قوي جدا هذا التنظيم موجود اليوم في دول قريبة جدا من إسرائيل في العراق وسوريا هو تنظيم فاعل وقوي وكبير ولديه أجندة مختلفة عن أجندات الدول الأخرى إسرائيل تحاول اختراق أغلب المنظمات وأغلب الدول وأجهزة الدول التي تقع في الجوار وليست إسرائيل وحدها هناك اختراقات عربية وهناك اختراقات دولية لهذا التنظيم وثبت أن هناك العديد من حاولات الفرار وبعضها نجح من التنظيم وكان هناك عملاء لدول وجهات أخرى عملت على اختراق هذا التنظيم طيب بمناسبة للحديث عن محاولات الفرار من التنظيم هل هناك مؤشرات حقيقية على وجود خلافات قوية داخل التنظيم قد تصل إلى حد انشقاقات هل في خطر حقيقة عليه من الداخل من داخله إلى الآن لا يوجد خطر حقيقي بنيوي داخل التنظيم في الفترة الرهنة لكن على المدى القريب أو في المستقبل هذا الخطر يمكن أن يحدث التنظيم كما تعرفين مكون من العديد من الأجنحة هناك الجناح العراقي الواسع هناك الجناح ينمو بشكل متسارع السوري وهناك الجناح العربي والغربي ولكل جناح ربما تكون هناك فرقات في الرؤية الأيدولوجية وفرقات في الأولويات بين هذه الأجنحة واختلافات حتى داخل الرؤى الفقهية والدينية إذا ما تطورت الأمور أعتقد أن التنظيم يواجه بالفعل قضية بنيوية داخلية تحديدا ما بين الفرع العراقي الواسع والكبير وما بين الجناح الذي أتى سواء من أوروبا أو آسيا الوسطى أو الدول العربية ما نسميه نحن الجناح الأيدولوجي في التنظيم اللي هو جناح أكثر تشددا من الجناح الذي يرتبط بالقضية العراقية بصورة رئيسية سيد محمد يعني أنت أشرت لأن إسرائيل ليست من أولويات التنظيم على الأقل كما كان يعلن هو ولكن الآن بعد أن قال أنه كشف عميل الاستخبارات الإسرائيلية هل من الممكن أن تتغير هذه المعادلة؟ هل ممكن أن يضع إسرائيل الآن ضمن أولوياته إذا كان هو مستهدف قبل إسرائيل كما يقول؟ لا أعتقد أن التنظيم من حيث الخطاب الأيدولوجي أو من حيث الواقع الفعلي بوارد أن يجعل إسرائيل اليوم من أولوياته فهو في سياق الخطاب الأيدولوجي يركز على القضية السنية الأزمة السنية ما يسمى في أدبيات التنظيم الخطر الشيعي أو الصفوي وأيضا بدرجة موازية الحملة الأمريكية على التنظيم فهو أيدولوجيا منخرط في هذه المسألة عمليا واقعيا يخوض اليوم معركة متعددة الجبهات في العراق وسوريا مستنزفة للتنظيم خسرة كريت أو شبه تقريبا خسرة كريت اليوم وهو يحاصر في العديد من مناطق لا أعتقد أن موضوع إسرائيل سيقفز إلى الواجهة خلال الفترة القريبة أو على المدى المنظور على الأقل طيب شهدنا في الشريط جريمة أخرى من جرائم هذا التنظيم طلب من طفل أن يقوم بقتل هذا الشاب هل لديكم تفاصيل عن ما يسمى أشبال الخلافة هذه إن كانت ظاهرة إن كان عددهم محدود للأسف العدد ليس محدود وهذه كما تعرف ليست الحالة الأولى قبل ذلك صور التنظيم فيديو يظهر فيه فتى من آسيا الوسطى يقوم بقتل شخصين قيل أنهما عميلين لروسيا واليوم يكرر هذه العملية بقيام فتى آخر بقتل محمد مسلم وكان التنظيم يصر أو يركز في الخبر الذي أبثه على تقديم رسالة بهذا المجال ربما سؤالك يأتي على قضية من أخطر القضايا أعتقد المرتبطة بهذا التنظيم وهي الأجيال الجديدة التي تتربى اليوم في محاضن هذا التنظيم ويتتم عليه عملية غسل دماغ كبيرة لها نتحدث عن آلاف وإن لم يكن عشرات الآلاف من الجيل الجديد هم في خطر حقيقي من أن تتم عليه عملية غسل دماغ سواء كانوا ممن يقعون تحت سيطرة التنظيم أو ممن قاتوا مع أهلهم وأسرهم إلى المناطق التي يسيطر عليها هذا التنظيم لكن هل معروف أعدادهم هل يعي هذا الفتى خطورة ما قام بها ما أنه قد تكون بالنسبة له كما كانت لعبة هل يعي خطورة ما حدث فعلا أن يقتل إنسان هذا الفتى صغير وقبله الفتى الذي قتل الروسيين أيضا صغير هناك آلاف تجري لهم عملية غسيل دماغ يربون على أن هذا جزء من الدين وأنهم يؤدون واجبا دينيا وهذه خطورة الأمر بعد أربع خمس أعوام يصعب كثيرا تغيير الثقافة التي نشأ عليها أولئين استمر التنظيم يحكم تلك المناطق التنظيم اليوم يعيد صياغة مناهج التربية والتعليم في المناطق التي يسيطر عليها ويتحكم بآلاف الأطفال الصغار ويربيهم على ما يعتقد أنه العقيدة أو الأيدولوجية التي يتبنى هذا التنظيم وهي كما تعرف أيدولوجيا متطرفة تقوم على تكفير الآخر حتى الفصائل الإسلامية الأخرى يتم تكفيرها فما بالك بالآخرين أعتقد أن هذا خطر حقيقي وكبير يهدد مستقبل عشرات الآلاف من هؤلاء الأطفال الصغار طيب دكتور محمد ذكرت نقطة لفضت نظري تحدثت بأنه اليوم التنظيم لديه ما يكفيه من المشاكل بأن لا يوجه سهامه إلى إسرائيل ولكن التنظيم يعاني كما ذكرت أنت ألا يمكن رفع شعار محاربة إسرائيل حتى وإن لم يكن واقعيا أن يجذب المزيد من المتطوعين إلى التنظيم بمعنى أن هناك خطاب جاذب يستعمله هذا التنظيم واضح لأنه حتى يجذب من البلدان الغربية يعني استخدام إسرائيل ألا يمكن أن يكون زو منفعة بالنسبة للتنظيم عن طريق جذب المزيد من المتطوعين طبعا هذا يمكن وأعتقد أن التنظيم إذا كان في حالة أكثر أريحية في التعامل مع التحديات الخطيرة التي واجهها عسكريا اليوم في سوريا والعراق قد يرفع هذا الشعار قريبا ولكن من المعروف أن هذه النقطة تحديدا هي نقطة خلاف جوهرية ما بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش تنظيم القاعدة يركز على ما يسمى العدو البعيد على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الصراع معها بينما تنظيم داعش يركز على الصراع مع القضية الطائفية ويستخدمها لتجنيد أعداد كبيرة من السنة في العراق وسوريا تحت وقع المأساة الحالية بينما تنظيم القاعدة رفع شعار القضية الفلسطينية وحاول توظيف القضية الفلسطينية ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لاستخطاب الأعداد الكبيرون من الناس بينما ما يزال التنظيم إلى الآن إلى هذه اللحظة ضمن الإطار الذي يتحدث فيه متضحت الصورة شكرا لك سيد محمد أبو رمان الخبير في الجماعات الإسلامية كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان